أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 الدكتور محمود محيد دين أن نتائج المؤتمر بشارم الشيخ تمهد الطريقة لنجاح نسخته الثامنة والعشرين بدولة الإمارات فيما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه وخلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد بأبو ظبي أشار محيدين إلى أن مصر والأمارات ستعملان معا لتعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف في جلاسكو وشارم الشيخ وأشار محيدين إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأدرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شارم الشيخ ويمثل نجاحا لديبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر اشتركوا في القناة